فاروق راية كيف اللي حصل النهاردة في مباراة بيرامدز والقليل وتفاوض بيرامدز الواضح في النهاية حتى اللي اعترف بيه ريكاردو سوارش بعد المباراة انه بيرامدز كان افضل في كل شيء قبل ما نخش في تفاصيل النادي الاهلي لازم نشيد بأداء بيرامدز وانهو لعب مباراة مثالية اللعيبة كلها صعبة تطلع اخطاء للعيبة خصوصا للعيبة اللي كانت مستويطة يمكن مترجع الفترة الاخيرة كله لعب بشكل مثالي تديق مساحات وده حاجة جديدة شوية على افكار التكيس ان كان فيه تديق المساحات دفاع كل الفرقة بتدافع لحمة واحدة كان فيه ترابط ما بين الخطوط كمان لازم نشيد بفريق تحليل الاداء في بيرامدز انهو ذاكر النادي الاهلي بشكل كويس جدا نقطة ضعف ونقطة القوة وشرحها للجهاز الفني اللي قدر يقفل على نقطة القوة واعتقد انهو قدم ريفرنس كده او مرجع للفرق اللي بعد كده اللي عايزة تكتف النادي الاهلي يرجعوا للمباراة بيرامدز النهاردة وشوفوا تكيس عمل ايه ويكتف النادي الاهلي بالنسبة للنادي الاهلي بقى على الجانب الاخر يمكن سوالش النهاردة المباراة تقدر تقول عليها هي مثال لكل الايوب للمدرب اللي بيجي في وسط الموسيقى اللعيبة مفيش تفاهم مفيش تجانس المدرب تحس ان هو بيشرح تحليمات او فيه جمل معينة متحفظة ومتضربين عليها ونظرا لقلت ايام التدريب ما بدروش يحفظوها لعيبة الاهلي فكان فيه رابكة كبيرة جدا خصوصا في تحضير اللعب وهنيجي بعد كده للحالات ونشرح كل حاجة لكن كان فيه رابكة واضحة في النادي الاهلي صحيح الان بقى للحالات احسن يلا بينا خلينا نبدأ دايما بحالات البناء من الخلف يمكن في المباراة فوتشر كان في بناء من الخلف بالنسبة للنادي الاهلي بشكل كويس جدا النهاردة يعيب على سوارش في البناء من الخلف انه هو في جملة وفيه تعليمات دايما انه هو يبدأ من عند علي معلول وده سبب اكتر من عيب في وجه نظر يعني انا شايف ان هو سبب اكتر من عيب اهمان علي معلول بقى ملزم دايما انه هو يتواجد في منطقة تحضير اللعب ومتواجد دايما في نص ما لعبه لو شفنا هنلاقي دايما دايما تحضير اللعب النادي الاهلي رايح ناحية الشلمير وهو لو فيه تعليمات بره من سوارش انه هو يلعب على علي معلول ويقرب صلاح محسن ويلعب دي جملة كررت في كل تقريبا بص تكرر في كل جمل تحضير اللعب النادي الاهلي وده سبب ازمة كبيرة انه هو ده اعتقد ان لسه سوارش مع حفاظ البروفايل بتاع اللعب يمكن نقف هنا شوية عند كابتن سامي هو سوارش مع حفاظ البروفايل بتاع اللعب علي معلول اللعب انت المفروض اللعب ده تطير بي ماينفعش ان انت تبني على اللعب بالعجز انا بن لعب مني حال تاني الجابة الاخرى انا انت طبق عن بعض اللعب اللي كريم فؤاد اتقدم لأنه دايماً سوارش كان واقف بيقول لكريم فؤاد اتقدم كريم فؤاد ما كانش مهم جداً طبعاً لأنه هو عايز جملة معينة محافظة للعيبة إنه هو يحضر اللعب ناحية جبهة اليسرى جبهة معلول اللي بيمتواجد فيها قفشة وصلاح محسن وبيميل عليها حمدي فاتحي ومع وجود معلول في أربع لعيبة هو عايز يحضر اللعب والكسافة كلها تبقى موجودة بحيث إنه هو يسحب لعيبة بيرامدس لو رجعنا تاني لأي تحضر لعب هو عايز يسحب لعيبة بيرامدس في جبهة معينة وينقل اللعب للجبهة التانية اللي فيها عبدالقاد عشان كده دايماً هو بيقول لكريم فؤاد ميل الناحية التانية ويفتح عشان تقدر نلعب عليك الكرة التولاي هنمشي بعديها بعد كده دي حالة تانية برضو كل تحضر اللعب رايح ناحية معلول معلول ثابت وبيبص لصلاح محسن دي يمكن الوحيدة اللي كانت صح دي الوحيدة اللي مشت صح لنادي الاهلي كانت فين بقى في الدقيقة 34 تقريباً يعني بعد 34 دقيقة فيه جملة مشت صح لنادي الاهلي بنفس الطريقة برضو تحضير اللعب رايح من عند عب منعم هيرجع تاني لأيمن أشرف ما بيروحش عند كريم يرجع ويطر علي معلول يرجع تاني فانت مش مستفيد خالص بجبهة علي معلول لانه دايماً بيرجع يستلب وسوارش برضو عايز التحضير كله يبقى من الجبهة اللي هنا يعني ده كل بطء بالنسبالي ده كل بطء بالنسبالي في التحضير هيروح لعلي معلول وهيطلب من صراح محسن برضو كالعادة انه هو ييجي عشان يستلم الكور جملة تكررت في كل تحضير لها وانا بشوفها بصراحة اللي ماستفادش منها يعني ما شفتش اي استفاد يمكن دي الوحيد اللي راحت الجابها التانية بس متأخرة برضو ويقدر لعيبة بيراميز يغطو فيها فانا ما فهمتش جملة سوارش اللي مكررها في المباراة يمكن دي برضو بتدل ان بيراميز نقف عندها شوية نقف بقى هنا نرجع شوية عند رمضان صبحي وتغطية رمضان صبحي يمكن رمضان صبحي العيب برضو بيعاب عليه بقى في الشهد التاني انه هو ما بيغطيش دفاعيا بشكل مثالي لكن هنا لو شفنا ايدي اللعبة اللي هو سوارش بيعتمل عليها كريم فؤاد تقدم في المساحة لكن رمضان صبحي موجود وده يدل ان التكيس درس النادي الاهلي كويس جدا مدخل حسين السيد يمكن هو كان فيه صغرة شوية عند حسين السيد حاول يستغلها لكن وجود رمضان صبحي قدى ان هو الصغرة دي تتقفل تماما على النادي الاهلي وما عتقدش النادي الاهلي استفاد منها خالص طوال المباراة يمكن معنا بعد كده هدف بيراميز بقى في حاجة طريفة جدا يا كريم في الهدف بيراميز ان كل اللي بعمله النادي الاهلي بيراميز يطبقه في لعبة واحدة وقدر يسجل بيها لو شفنا تحضير اللعب عند بيراميز نفس جملة النادي الاهلي بالظبط بصوا عليها كده ونجح بيراميز ان هو يعملها وقدر يسجل بيها هذه الجملة برضو عند حمدي لعبها لتحضير لعب مثالي على تاخذ بيراميز ناحية التانية تروري فتح في المساحة في ظهر عالي معلول اللي بلعب عليها النادي الاهلي وهم قدروا انه هم يسجلوا الهدف بنفس الطريقة فبيراميز بكورة واحدة او الضغط بعد ما فقدان الكورة المرة الوحيدة اللي اتعاملت يتقالي راح بها جملة خطيرة جدا لازم بعد فقدان الكورة لو نرجع تاني السلية عمل ايه السلية وافشة ومعاهم لعب تالت ضغطوا بشكل مثالي قدروا يقطعوا الكورة بشكل مثالي راح افشة انفراد بس دي ما كريتش غير مرة واحدة في المبارا